قام وزير الداخلية محمود توفيق بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنوات التي صدق رئيس عبدالفتاح السيسي على منحها لهم تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن الثامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة وخلال الاحتفال أشهد وزير الداخلية بما يبدله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن موجها التحية والتقدير للمصابين والأرواح الشهداء مشيرا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريما لجميع العاملين بجهاز الشرطة وأكد أن هذا التكريم يأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديرا لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمنية